اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج الستريتر في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاب فيسبوك او بروفايل فيسبوك باستخدام قوالب فريبيك طبعا بعد ما نفتح موقع فريبيك نكتب هنا فيسبوك فيسبوك كفر ولكن قبل كل شي نختار فيكتور فري وطبعا نكمل فيسبوك كفر وتطلع هذه النماذج كلها مجانية وطبعا مصنوعة ببرنامج الستريتر اي ان نوعها فيكتور واذا ننزل الى الاسفل لاحظوا انه عندنا 23 صفحة اي عندنا صفحات جميلة اخرى بامكاننا ان نفتح هذه الصفحات وطبعا راح نشوف بها ايضا تصاميم جديدة ومنوعة لدينا هنا تصاميم مثلا اسلامية تصاميم مثلا ذات الوان متشعبة مثلا راح نختار احد هذه التصاميم وليكن هذا التصميم نفتح التصميم وطبعا نضغط على download ونحمل التصميم جيد بعد ما تحمل التصميم نضغط تكليك بهذه المنطقة عرض في المجلة طبعا تكليك ايمن اكسترك طبعا هذا الفولدر خاص بالتصميم اللي حملنا نكبر عرض الصور وطبعا مثل ما قلنا نفتح الاي بي اس اللي هي افضل واسرع close بالنسبة لي الفونت جيد الان بامكاننا نحدف هذا الجزء delete وطبعا نعدل على هذا التصميم مثلا راح يكون هذا التصميم راح نحدد كل شيء وطبعا delete ايضا هذه delete نص ورح نسم مربع نص ورح اكتب دنيا دنيا ميديا نكبر ارض النص وليكن ستين ونختار فونت مثلا هذا فونت الجزيرة ورح نختار bold بهذه المنطقة طبعا ورح يكون بلون ابيض طبعا في حال لو ما لقين اللون الابيض بامكاننا مننا نختار هذا اللون ومن ثم اوكي طبعا نحدد الناس ومن هذه المنطقة ومن ثم اوكي دنيا ميديا مثلا نستنسخ هذا الناس وطبعا نغير الحجم مثلا ممكن يكون 36 وطبعا رقلا راح يكون الوزن صفحة منوعة تهتم بنشر المنوعات الترفيهية للشباب طبعا ممكن يكون light ونصغر بهذه الطريقة طبعا ممكن نقلل بهذه الطريقة هنا عندنا الشباب ممكن نختار لون لهذا النص مثلا ممكن نختار اللون الاصفر بهذا الشكل نفس النص ونخليه بهذه المنطقة وراح نضيف اقسام الصفحة مثلا تعلم كيف صنعت منوعة فيديو وية صور مضحكة مثلا وطبعا نكبر حجم النص كنا نهذف تعلم كيف صنعت يكون bold وراح يكون بلون ابيض طبعا بامكاننا نختار اللون الابيض من نانا طبعا بامكاننا اضافة بعض الامور بهذه الصفحة ممكن نضيف العبارة الرسمية للصفحة اللي هي لا مجالة للضحك والترفيه هنا ممكن تكبر وطبعا تكون light او regular وتكبر بهذه الطريقة ممكن كل النص يكون بلون اخر ممكن يكون بهذا اللون ونختار بهذه الطريقة ممتاز ممكن هذا النص ينزل الى الاسفل جيد اذا لاحظوا انه اصبحت عندنا صفحة جميلة وغلاف لالبيسبوك ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة